المفهوم الثاني في درس التشابه هو تشابه المسلسات متى يتشابه مسلسان؟ التشابه بزاويتين A متطابقتين يعني إذا كان في زاوية زي هذه الزاوية كده الزاوية 80 تطابق الزاوية 80 والزاوية 70 تطابق الزاوية 70 يبقى المسلسين دول متشابهين طيب أو التشابه بثلاث أضلع متنسبة يعني الس الس الأضلع الثلاثة متنسبة يعني يوجد ثابت التشابه أو ثابت التناسب او ضلعان وزاوية محصورة بينهما اس اي اس ضلعان متناسبين والزاوية المحصورة متطبقة طيب ازاي نحل المسائل نكون التناسب يا شباب اذا كان المسلسان اللي امامي دولهم متشابهان اوجد قيمة الاكس اعمل ايه طالما المسلسين متشابهين نبدأ من اللي فيها اكس فين اللي فيها اكس اكس ايه المقابل لها تلاتة يبقول له الاكس قسمة التلاتة تساوي اخدوا طالما بدأت من عند الاكس ابدأ من هنا اتناشر قسمة التلاتة اتناشر قسمة التلاتة طبعا اتناشر قسمة التلاتة يعني اربعة اربعة على الواحد نسوي المجس الواحد ضرب اكس باكس والاربعة ضرب تلاتة باتناشر يبقى قيمة الاكس هتساوي كم قيمة الاكس هتساوي اتناشر تاني كده كونا التناسب الاكس قسمناها على تلاتة تساوي اتناشر قسمة الستة وليس قسمة التلاتة نأسف نكون التناسج تاني نكون التناسج تاني عشان ناخد بالنا نقول تاني احنا بدأنا من عند الـ X يبقى نقوله الـ X قسمة 3 قد اللي بتنظرها تساوي 12 قسمة الـ 6 12 قسمة الـ 6 12 قسمة الـ 6 يعني 2 2 على 1 نضرب المقص الـ 1 ضرب X يساوي الـ X الـ 2 ضرب 3 بتساوي الـ 6 يبقى طلعت قيمة الـ X بتساوي الـ 6 وموجودة في الإجابات الإجابة B هي الجواب الصحيح